أنا عايزة أروح لحياة كريمة حياة كريمة الحقيقة كل يوم بتقدم خطوة جديدة على الأرض وبتساعد بشكل كبير جداً المؤسسات والحكومة والأهم المواطن المصري جهود حياة كريمة في العمل الإنساني لا حدودة لها حيث أنها كمان وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول البروتوكول ده بيقول إيه؟ هو تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بهدف توحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كامل المواطنين وهنا نقف يعني معناها أن حياة كريمة هتساعد المواطن بأنه أي مواطن عنده محتاج حالته الصحية أو محتاج شيء معينة محتاج عملية محتاج كشف بحاجة معينة هيقدر من خلال حياة كريمة وبين البروتوكول مع المستشفيات أنها يبقى فيه تبادل ده يعني هي يعني تقدر تساعد المواطن ويبقى موجود في المستشفيات وده طبعا يعني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس طول الوقت لأنه مهتم جدا بالمواطن وبصحة المواطن طول الوقت بينص كمان بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة يعني مش لازم بس المستشفيات ولكن كمان الوحدات اللي بتقدم الخدمات الطبية بالمجان ترجمة نانسي قنقر